شاركت مصر في الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال اللقاح ضد فيروس كورونا والذي عقد عبر فيديو كونفرنس وقد ألقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة مصر خلال الاجتماع وقد أشار فيها إلى أن الفجوة في معدلات التطعيم بين الدول النامية والمتقدمة مازالت تتسع كما أكد وزير الخارجية كذلك على أهمية تأمين الدعم المالي الكافي والمستدام لمرفخ كوفاكس لتسريع معدلات التطعيم في الدول النامية بالإضافة إلى دعم القدرات التصنيعية المحلية للدول النامية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات